موسيقى مرحبا وقالله يسعد اوقاتكن بكل الخير ان شاء الله بسمعكم دائما تكونوا بألف خير بإذن الله اليوم معي شجرة الفيكس جنسنج شجرة كتير حلوة معمرة ودائمة الخضرة هلأ ليه سموها هاي التسمية الفيكس جنسنج حنشوف انه جزورة بتشبه عشبة الجنسنج متل ما شايفين معنا سبحان الله ومن هون اجيت التسمية هاي النبتة هاي استوائية وبالتالي هي بتحب الرتوبة العالية لازم دائما نأمن لها جو رطب بانه انبخها مي او نحطها على سينية فيها حصان ومي هلأ انا عندي هون المنطقة او البلد نسبة الرتوبة عالية عشان هيك يعني هي بتاخد رتوبتها من الجو ومن الهواء فبغسلها يعني من الغبرة وبالتالي بتاخدها مي وبتاخد رتوبة وهي ما كتير بدة ولكن منه بغسلها من الغبرة ومنه بيبقى هيك شكلة ضريف ونظيفة ونحلة ما يمكن فنسبة الدي انتي بدك تعطيه بخ مي لتامني لجو ويرتوبة تبعا بحسب انتي المنطقة اللي فيه يعني حسب البلد وبيئة الجو المحيط فيها هيدا شي انتي بتقدري الجو مانو رتب جاف خلينا نقول فالبخ بخها مي دائما او نحطها على الثانية فيها حصن بلل هيك منكون امننا لجوة الام اللي هو كتير رتوبة عالية النبتة هي بتحب الاضاءة بتحب كتير الاضاءة العالية فكتير بناسبة انه نحطها بمكان مشرق مضيق لكننا نتجنب اشعة الشمس بالذات الشمس الصيف لانه بتكون قوية بتتحول وراءة للون الاصفر وبتتساقط فحلية هي بمكان ظلي ولكن عالي الاضاءة اضاءة منيحة وبدي يكون بعيد عن اي تيارات هوائية سواء كانت باردة او حارة فبنا نحرص على انه بعيدة عن مصدر حرارة ومصدر برودة بنفس الوقت حتى تعيش بجوة يعني دائما انا بقول امنوا للنبتة الجو الخاص فيها هيك منكسبها مية بالمية بتبقى عنا صحية ومنحلة ما يمكن اللي بدي يقوله هلا درجة الحرارة لمناسبة الى ما بين 15 درجة للـ 25 هيدا بيكون جو مثالي الى كيف منقدر نشتغل عليها لهاي النبتة لتطلع وتصبح معنا شجرة البونساي القزمة مناخدها ودائما منعملها مثل تقليم لوراقة للشكل اللي نحنا بدنا ياه يعني كيف اذا بدي يقولكم نعملها تحجيم لتاخد شكل او رسم معين هو ببالك فبتعطيها مثل ديكور انتي بتحددي انتي بترسمي تاخد شكل مثل اللوحة من هون اجا اسمها البونساي منحجمها بالطريقة والاتجاه اللي بدنا ياه وبتطلع معنا كتير يعني بديكور كتير حلو ومميز هيدا اللي بيميز شجرتنا هاي وبنضل ان هي هلا هي بتكبر اكيد بتكبر ولكن هي حلاوتها انه مثل ما قلتلكون ان نعملها التقليم بالشكل اللي بدنا يعلى حتى تضلها قزمة مثل ما بيسموها ولكن هي هايدي يعني تسمية خاطئة خليني يقول هي بتكبر مية بالمية بتكبر بس نحنا بتقليمنا الى برسمة باللوحة اللي بدنا ياه عما تكون قزمة هيدا اللي بدي يقولوا عن شجرتنا هاي سهلة سهلة كتير ما بدي شي عنايتها ما بتغلب يعني ما بتتعب بدي تكون مزروعة بالبيتموس بتربة تربة جيدة التصريف ومنسقية الري بيكون قبل ما تجف في التربة يعني هي ما بتحب انها توصل لمرحلة من الجفاف فقبل ما تجف ممكن بمعدل مرتين بالاسبوع بالصيف لانه بيكون في حرارة ونحاول انه ننظم ل الري يكون الري منتظم متلا متل بقيت انها بعتعت هاي شغلة انا كتير بأكد عليها بحب تكون في تنظيم لحتى النبتة ما تتفاجأ تاخد مي بوقت ممكن هي ما بحاجته او ممكن العكس انه وصلت لمرحلة كتير انها عضشت فخلينا نركز على انه انها نصم لها الري واللي بتحبه هاي النبتة انها تكون بمكان واحد يعني هي ما بتحب انها كتير تتنقل لانه بتكون مثل شبه تعودت على ارنتا تعودت على المكان اللي هي فيه اذا بنا نحكي عن التسميد التسميد مرة كل اسبوعين يعني بمعدل بالشهر مرتين خلال موسم النمو وهيك بدي اه لقون انه نبتة بجد رائعة جدا خلينا دائما نحافظ علي من اي غبرة لتبقى هيك فيها رونق يعني رونق خاص بانه راقة تكون عند الماء وتبقى صحية وكمان نشيك علي دائما من الآفات او من اي فطريات ممكن تصيب لأي النبتة صراحة نبتة انا بشجعكم علي في هيك في الى جمالية خاصة متل ما شايفين انا مفكرة اني انقلة لقينا اكبر خليها تاخد راحتها وتتبح بح وهي هي نبتتنا لليوم انت برجع بقى سهلة جنسج كتير سهلة وكتير حلوة بتاعتي يعني جد كتير شكل حلو وبفي احلى بنضلنا نقول من الزرع والمزروعات بالبيت انشاء الله بشوفكن بألف خير وبتشكركن على كل تعليقاتكن الحلوة انشاء الله بنبقى على التواصل بنبقى مصنع اخباركن وبيمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة